بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابناء الطلاب والطالبات مرحبا بكم في درسي اليوم من مادة لغتي للصف الثاني تاهي لفكنا اليوم بإذن الله سنواصل ما تعلمنا في الدروس السابقة وسنحاول أن نتعلم مهارات جديدة في القراءة وكيفية قراءة النصوص وتعلم معاني الكلمات لكن كل هذه المهارات يجب قبل أن نتعلمها أن نلتزم بمجموعة من الأداب هذه الأداب ابنائي تساعدنا على التعلم بشكل جيد والاستفادة من الدرس يجب أن نبقى هاديين أثناء المتابعة مع المعلم كذلك أن نكون في مكان هادئ بهضاء جيدة وتهوية مناسبة من الضروري جدا أن يكون بصحبتنا أحد أفراد الأسرة البالغين لماذا؟ حتى يساعدنا في عملية التعلم أيضا نحضر الكتاب والقلم حتى نتمكن من المتابعة في درس اليوم مع المعلم درسنا اليوم هو عن أميرة الصحراء ذكرنا أن الصحراء المناطق الشاسعة التي تتسم بدرجة حرارة عالية تكون فيها درجات الحرارة عالية وأيضا تقل فيها الأمطار تنبت فيها شجرة النخيل هذه الشجرة العملاقة تستطيع أن تعيش في هذه الأجواء النخلة تحب الجو الحار وتستطيع أن تعيش فيه كذلك تستطيع أن تنتج ثمارها في هذا الجو تساعدها حرارة الجو على إنتاج الثمار طيب وش الثمرة حقة النخل؟ ماذا نأخذ ثمرة من النخل؟ أحسنتم التمر التمر حتى ينضج يصبح جاهزا للأكل يحتاج لدرجة حرارة عالية يكون الجو حارا جدا الحرارة العالية للجو تساعد النخل على إنتاج الكثير من التمور اللذيذة طيب لذلك نسمي النخلة أميرة الصحراء لأنها تعيش في الصحراء إذن أين تعيش النخلة؟ تعيش النخلة في الصحراء أحسنتم طيب لماذا النخلة تعيش في الصحراء؟ لأنها تحب الجو الحار النخلة تحب الجو الحار تحب أن تكون في مكان حار دافئ به رطوبة قليلة وتقل في أيضا الأمطار ليش؟ لأنها تستطيع أن تتحمل حرارة الجو وكذلك ثمارها اللي هو التمر اللي يخرج منها يستطيع أن ينمو وينظت جيدا في حرارة الجو العالية طيب التمر هذا والنخل وين يعيش؟ هل يعيش في مدينة أبهى؟ لا ما يعيش في مدينة أبهى ليش ما يعيش في مدينة أبهى؟ لأن الجو بارد وقلنا أن النخل يحب الطقس الحار إذن هو يعيش في المناطق الصحراوية في المناطق الحارة مثل مدينة الرياض مدينة القصيم يعيش فيها الكثير من التمر أو النخيل ليش تعيش هنا في هذه المدن؟ لأن درجة حرارتها عالية طيب لدينا الآن هذا النص يتكلم عن شجرة النخيل سنقوم بقراءة النص سويا ثم سنحاول أن نضع عنوانا للنص طيب هذا عنوان النص أميرة الصحراء سنحاول بعد قراءة النص أن نضع عنوانا آخرا غير أميرة الصحراء من المهم جدا أن نتابع أثناء القراءة كذلك سنكتشب بعض معاني الكلمات ثم سنجيب على الأسئلة على هذه القطعة طيب عنوان النص كما ذكرنا هو أميرة الصحراء ترتبط النخلة ترتبط النخلة المعطاء منذ آلاف السنين بتراث أهالي الخليج العربي وخصوصا المملكة العربية السعودية وتعد رمزا للحياة والعمران وعلامة من علامات الحضارة في وطننا العربي ومناطقه الجافة على وجه الخصوص كما تشكل العنصر الأساسية في الغذاء والكساء والتعمير لقد تميزت شجرة النخيل بمزايا جعلت منها رمزا للثبات والتلاؤم مع الأحوال المناخية القاسية فزراعة النخيل تزدهر وثماره تينع وتطيب في البقاء التي يسودها طقس مرتفع الحرارة قليل الرطوبة ومن ثم فلا عجب أن نرى النخلة تقف شامخة في وجه الجفاف والتصحر على مر السنين الآن أبنائي سنقوم بالتحديد على بعض الكلمات لمعرفة معانيها أولا النص تكلم عن أي شيء تكلم عن النخلة لاحظوا أنه بدأ النص بماذا ترتبط النخلة النخلة هي موضوع النص الذي تكلم عنه إذن ما هو موضوع النص؟ عن ماذا يتحدث النص؟ عن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن النخلة طيب النص أخذ النخلة ثم ذكر أن هذه النخلة تعيش منذ آلاف السنين النخلة منذ آلاف السنين أي أن النخلة تعيش في الخليج العربي من قديم الزمان أي أنها موجودة من زمان جدا طيب من وقت قديم إذن النخلة تعيش في المملكة أو في الخليج من وقت طويل تراث أهالي الخليج العربي وخصوص المملكة العربية السعودية أهالي الخليج العربي هم سكان الدول التي تطل على الخليج العربي المملكة العربية السعودية البحرين الكويت الإمارات عمان هذه دول الخليج العربي وكذلك القطر إذن هذه دول الخليج العربي هذه دول الخليج العربي النخلة ترتبط بالتراث أي أنها عاشت مع الأجداد وتعيش إلى اليوم الأجداد زمان يعني الناس قديماً كانوا يعيشون على هذه النخلة كيف كانوا يتغذون الناس زمان؟ كانوا يزرعون نخيل يأتي المطر الموسمي يسقي هذه النخيل ثم تنتج تمراً يأكلون منه أيضاً كانوا يستفيدون من النخل في صناعة السلال في صناعة البيوت الخاصة بهم طيب تعد رمزاً للحياة والعمران من اللي تعد رمز؟ النخلة طيب وعلامة من علامات الحضارة في وطننا العربي ومناطقه الجافة ماذا نقصد بمناطقه الجافة؟ ما هي المناطق الجافة؟ المناطق الجافة أي المناطق قليلة المطر المناطق قليلة المطر المناطق اللي ما ينزل عليها مطر كثير ما يجي مطر كثير فيها نسميها مناطق جافة إذن المناطق الجافة هي المناطق قليلة المطر ماذا نقصد بمنطقة جافة؟ أو مدينة جافة؟ المدن التي ينزل عليها المطر بشكل قليل طيب كما تشكل العنصر الأساسي في الغذاء والكساء والتعمير إذن ذكرنا أن النخلة تشكل العنصر الأساسي في الغذاء كيف تشكل العنصر الأساسي في الغذاء؟ الناس يأكلون ماذا من النخل؟ أحسنتم يأكلون التمر إذن هم يتغذون على التمر لماذا؟ لأن التمر ينتج من النخلة إذن التمر هو الثمرة التي تخرج من النخيل يتغذى عليها سكان المناطق الصحراوية لقد تميزت شجرة النخيل بمزايا جعلت منها رمزا للثبات والتلاؤم مع الأحوال المناخية القاسية ماذا نقصد بالتلاؤم؟ مش معنى تلاؤم؟ يعني أيش تلاؤم؟ تلاؤم يعني أنها استطاعة تعيش في هذا الجو طيب استطاعة تعيش في الحر وفي قلة الماء يعني تلاؤمتها استطاعة تعيش في هذا الجو في المناطق مع الأحوال المناخية القاسية المناخية القاسية لحرارة الجو التي ذكرناها قبل قليل طيب زراعة النخيل تزدهر وثماره تينع وتطيب في البقاع التي يسودها طقس مرتفع الحرارة قليل للرطوبة اللي هو المناطق المناخية القاسية وش المناطق ذات المناخ القاسي؟ حرارتها عالية ورطوبتها قليلة وأيضا جافة أي أن المطر لا ينزل فيها باستمرار ومن ثم فلا عجب أن نرى النخلة تقف شامخة في وجه الجفاف ذكرنا أن الجفاف هو قلة الأمطار والتصحر على مر السنين إذن النخلة استطاعت أن تقاوم هذه الظروف المناخية القاسية اللي حرارة الجو قلت المطر حرارة الجو وقلت المطر طيب عنوان ممكن أن نقترح لهذا النص؟ ما هو العنوان المقترح لهذا النص؟ اللي ممكن أن نقول النص هذا ممكن يكون عنوانه كذا هو عنوان الموجود في الكتاب أميرة الصحراء نريد أن نقترح عنوان آخر بعد أن قرأنا النص أحسنتم النخلة إذن النص يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن النخلة طيب لاحظوا هنا ما هي الفكرة الأساسية والرئيسية من النص؟ عن ماذا يتكلم النص؟ تكلم عن شجرة النخيل قلنا أن النخلة استطاعت أن تعيش في البيئات الصحراوية الحارة وأنها تنتج اتمار في هذه الأجواء إذن الفكرة الرئيسية من النص تدور حول النخلة وأهميتها والفائدة منها إذا كان الطالب لا يستطيع الكتابة ممكن أن يجيب شفهيا على هذا السؤال إذن كان هذا النص عن ماذا؟ عن شجرة النخيل مميزات هذه الشجرة وإين تعيش وكيف استطاعت أن تعيش في هذه المناطق الصحراوية تمنى أن نكون استفدنا من النص من المهم جدا أن يحاول الطالب أن يقرأ النص بمفرده أو يعبر عن الصورة الموجودة في أول الدرس صورة النخيل يعبر عنها بمجموعة من الجمل تتكلم عن نفس الصورة أتمنى أن نكون استفدنا من الدرس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم